أبطال حلوين كل اللاعبين الموجودين معنا كل عام وأنتم بألف خير رح نباشر مشكل مباشر درسنا لليوم درسنا هام جدا ومفيد بنفس الوقت لكل اللاعبين وكل الفئات العمرية رح نتحدث عن دور رائع وجميل لقاري كاسباروف رح نتحدث أيضا عن الدفاع الصلب دفاع كاربوف دفاع كاروكان رح نتحدث أيضا عن كل المناورات والأشياء المهمة جدا في هذا الافتتاح حيضا الأبطال الحلوين كل اللاعبين الموجودين نذكركم أن اليوم عندنا درس من الساعة 2 إلى الساعة 3 وأيضا في درس من الساعة الخامسة حتى الساعة السادسة طبعا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانكم أيضا المشاركة في دروس المدربين الآخرين من الساعة 3 إلى الساعة 4 على كابتن صهيب ومن الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة كابتن مخلص العدناني بإمكانكم تشاركوا بنفس الباسورد والإيميل وتدخلوا وتحضروا الدروس سنشارك كل اللاعبين إن شاء الله في درسنا اليوم سنبدأ طبعا E4 C6 D4 هذا هو دفاع الكاروكان طبعا نقلة C6 نقلة C6 هي نقلة نقلة تحضيرية لأسود يحتل الوسط والسبب السبب أني طبعا بعد ما يلعب E4 ما بيمكانه بشكل مباشر أن الأسود يأخذ الوسط حكينا بهذا الشيء بالسابق لأنه ببساطة بيصير في ضرب للوسط وبالتالي V Tempo بيصير في Tempo عشان هيك الأسود عم بيحاول يتجنب أن يعطي الأبيض أفضلية في مرحلة الافتتاح عم يلعب E4 وC6 D4 تهيئ لنقلة D5 طبعا نقلة E5 نقلة logic move نقلة منطقية الجندي في مربع E5 مانع لحصان من الانتشار بشكل سليم وإلى مربعات الوسط وبالتالي أيضا وضع الأبيض جنديين في مربعات الوسط هدولة شايفينه مربعات السنتر سيطر في جنديين وتعتبر نقلة جيدة وهذا اللين من اللينات المعروفة في افتتاح الكاروكان أو دفاع الكاروكان هذا اللين اسمه Advanced Variation يعني الجندي المتقدم اللي شايفينه في الأمام هذا هو الـ Advanced هذا هو الجندي البيضاء المتقدم في هذا الشكل طبعا فيه شكل آخر هو Knight C3 بياكل باكل بالحصان وهون الـ Classic Variation أو الـ Classic Variation هو نقلة بشوب F5 وبيرجع للحصان مع Tempo Knight على G3 برجع الفيل بيحط الفيل في مكان قوي جدا والفكرة طبعا السيطرة على هذا الوتر وأيضا أنه إذا يلعب E6 ما يخلي فيله داخل ما يخلي فيله داخل مخنوق يخلي فيله قوي ونشيط على رقعة الشطرة طبعا فيه أشكال كثيرة ضد هذا الشكل رح نتحدث عنه إن شاء الله يعني بشكل مفصل ولكن أنا بدرس اليوم عم بحاول أعرفكم على الأشكال وأعرفكم عن لينات اللي ممكن يعني تكون موجودة بهذا الافتتاح طبعا الشكل الثاني بعد Knight E4 في لين ثاني هو Knight B على D7 دلتا بفكرة Knight F6 وطبعا هذا اللين كاربوف كاربوف أول من اللعب وأشهر من اللعب هذا الافتتاح Knight D7 بفكرة Knight F6 ويكسر الأحصان اللي بالوسط وبعدين بتاكل بيأكل بالأحصان في حال أنك أنت قررت تاكل وطبعا في لعب جميل من خلال Knight على مربع G5 وبالتالي فيه أشكال تكتيكية جميلة جدا كمان ممكن نشرحها في درسنا لليوم ما بين درس الساعة الثانية ودرس الساعة الخامسة نحاول نحكي اليوم نتكلم عن كل أشكال اللي ممكن تكون موجودة في دفاع الكاروكان طبعا في شيء ثاني طبعا أيضا في فخ شهير جدا يعني أحيانا بيصدف أنه بيلعبوا الأطفال أو الأولاد خصوصا لما بيتعلموا الشطرنج لأن الأسود بيكون حافظ هذا الافتتاح ديطلع بالإحصان على Knight D7 بفكرة أن يلعب Knight F6 وبالتالي الأبيض بيلعب بشكل سريع Queen على E2 واهم الأسود أنه بدي يطلع ينتشر ويبيت طويل ولكن هو عم بيعمل فخ لأنه يعمل كشمات بالإحصان من مربع D6 يعني ثلاثة أربع نقلات بعد ثلاثة أربع نقلات بيسوي كشمات جميلة بالإحصان مثل ما كم شايفين هو فخ بسيط ولكن هذا الشيء طبعا أنا بس عم بعرفكم عليه مش عم بعلمكم عليه لا بس عم بعرفكم عليه لحتى ما توقعوا بهذا الفخ في دور اليوم في دور كاسباروف كاسباروف كان معاه أبيض وبالتالي اللاعب اللي عم يلعب مع كاسباروف كان عم يلعب في بطولة العالم تحت 18 سنة تحت 18 سنة رح أنا أطلع الدور من المكتبة عندي وبوراويكم الجيم مع التحليلات طبعا بدنا ندخل على الورق أونلاين ونسير على دوار كاسباروف وأنا حافظ الجيم بهذا الفايل وإن شاء الله تمام ظهر الجيم مثل ما كم شايفين يا شباب شايفين السكورشيت تبع الجيم هل مشاهدين السكورشيت أو غير واضح شايفين السكورشيت تبع الجيم نو يس احترنا معاكم يس ولا نو طيب إذا حد شايف السكورشيت يعمل 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 كوبي بيست يلا يا شوف عملي كوبي وراويني السكورشيت راويني هذا السكورشيت أو راويني النقلات المسجلة مش موجودة إذن مش موجودة القيم مثل ما اتفقنا يا أبطال يا حلوين قالي كاسباروف كان معاه أبيض في هذا القيم في عام 1976 في بطولة العالم تحت 18 سنة لعب هذا القيم الجميل باللون الأبيض اي فور سي سيكس دي فور دي فايف واختار طبعا كاربي كاسباروف نايت سي تري منتظر الأسود لأنه يختار اللاين الحين طبعا اللوجيك موف النقلة المنطقية إن الحين لو فكرتوا بهذا الوضع إن الأسود ما عنده خيارات كثيرة بهذا الوضع غير إنه يأكل والسبب في حال لعب شوفوا الاحتمالات في حال لعب نايت دي سيفين راح جندي ببلاش في حال قررت أنك تلعب بهذا الفيل ما لأ مربع قويس على الرقعة هلأ شريف هلأ شريف البدوي انتبه على الدرس يا شريف وركز بالدرس في حال قررت لعب بالحصان ما لأ مكان بأني باكر لك جندي مجان بالفيل ما لأ مكان جيد على الرقعة نزين بالجندي بدك تفتح للفيل الثاني سكرت على الفيل بالحصان نايت اف سيكس راح أكسب تيمبو ألعب لك اي فايف وبالتالي حصانك ما عنده مكان جيد يروح عليه ورح يصير الوضع سيء عشان هيك الأسود ما عنده خيارات غير إنه يأكل دي اي فور عشان هيك الأسود ما عنده غير يأكل دي اي فور هلأ سلطانه إذن حيال الله كل الشباب الموجودين سلطان، إبراهيم، توفيق، صقر، شريف البدوي، كريم الأطرش، الشباب بديع، محمود بديع، نور، كل الشباب من لبنان، من سوريا، من الأردن، من فلسطين، من العراق، حيالله كل الأبطال الحلوين، أديب، أركدان، وكل الشباب الطيبة، طيب، لكن هون اللاعب اللي عم يلعب مع جاري كاسباروف، قرر يفاجئ كاسباروف، قرر يفاجئ مين؟ كاسباروف، قرر يفاجئ الأسطورة، قال له إلعب نقلة جي سيكس، نقلة نقلة جميلة جي سيكس، إيش عبي يقول له للأبيض؟ شو بدك تلعب؟ شو بدك تلعب الحين؟ بدي أطلع بالفيل، وأضغط على جندي الوسط، من خلال بشوب جي سيفين، وأضغط على جندي الوسط، مجرد ما أنك تلعب، نايت اف تري بدي أربطك، أعمل لك بين، وأتخلص من هذا الإحصان، وأضغط على جندي الوسط، بهذا الوضع يا شباب، هذا الافتتاح، اسمه دفاع الكاروكان، طبعاً هذا اللين، هذا اللين، سمية يمكن، ربما لأن البطولة كانت في جولجيا، فأنا شاهدت أن هذا الشكل المكتوب كاروكان ديفينس جورجيا، يعني يمكن سمي بجورجيا، نسبة لأن التعب في جورجيا، هذا الافتتاح أول مرة، ربما أنا مش معلومتي مش دقيقة بيها بالمئة، بس لكن الاسم بيوحي لهذا الشيء، إذن هذا جورجيا، كاروكان ديفينس وجي سيكس هو جورجيا، جورجان ديز فارييشن، طيب، شو بديوا يلعب الأبيض، يعطوني خيارات مطلوب مشاركة جميع اللاعبين، كل اللاعبين الموجودين معانا في درس اليوم، مطلوب منكم أنكم تشاركوا في التحليلات وتعطونا آراءكم، وبالتالي تطرحوا النقلات، السؤال للجميع، فضلوا، السؤال ما أقبل أي حد يعطيني أي نقلة من دون ما يكتب اسمه، اي فايف محمود، محمود بديع يقول اي فايف، في حد كتب محمود جاويش ايتش تري، انزين، شو فكرتك يا محمود جاويش، شو فكرتك يا محمود بديع، شريف يقول اي فايف، كريم يقول نايت ايف تري، تحبس الفيل، سلطان معمر يقول اي فايف، كرمال نايت ايف تري، زين، الكلام اذن واضح، بدنا مشاركة اللعبين الاخرين، وين الاخرين، ما اني شايف، وين التفاعل، يا ابطال، وين باقي اللعبين، سعود المازمي، شو قلت، سقر خميس، راشد الحمادي، ما سامع صوتكم، باقي اللعبين، اذن انتبهوا علي، النقلة هاي، الان بهذا الوضع، لو الابيض قرر ان يلعب اي فايف مثل ما اقترحوا الشباب على نقلة جي سيكس، اذا قرر الابيض ان يلعب نقلة اي فايف، بالتالي انتبهوا شو اللي رح يستوي، اللي رح يستوي على شكل التالي، لان تفهموا الاستراتيجية اللي ممكن تحصل في هذا الشكل، اول شي، اول شي، هذا الحصان صحيح ما يقدر يطلع من هون من الاف سيكس، لكن يقدر يطلع من مربع الاف سيكس، وبالتالي يجي على مربع الاف فايف، وبالتالي يضغط على الجندي، وايضا بفكرة ثانية انه يكسر الاسود الجنود من خلال نقلة السي فايف، ومن خلال نقلة نايت ات سيكس، نايت اف فايف، رقم واحد، رقم اثنين، من بعد ما يطلع نايت ات سيكس، ايضا بإمكاننا يلعب اف سيكس يضرب الواسط، ويرجع الاحصان على مربع الاف سيفين، يحاول يضغط على الواسط، وبالتالي رح يستوي في عنده نقطة ضعوف في مربع الاف فايف وفي جندي الاف فايف، انتبه، مو بسهل الوضع، استراتيجيا هذا الشكل، مو بسهل، انتبه علي، انك تلعب اف فايف، بدك تريح الاسود، استراتيجيا وجود، انتبه، وجود جنودك متقدمة، يعني معرضة للاحتكاك والتكسير، استراتيجيا، استراتيجيا، مو بسهل انك تتعامل مع هذا الشكل وهذا الوضع، بدك تكون فاهم، بدك تكون منتبه، ليش؟ 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 لحاولك ليش؟ لاني الضغط بعد ما تلعب الاف فايف انت ما عاد فيه توتر على توتر على الوسط، يعني الوسط ما عاد متوتر، صار الوسط ثابت، وبالتالي يوم انا اقرر اني ألعب نقلة مثل سيفايف بعد شوي، بعد شوي لما اقرر العب الجندي على سيفايف شان اضرب لك الوسط، كيف تحمي الجندي الوسط؟ بدك تضطر انك تاكل او تحمي بالحصان، وبالتالي رح اكسر هذا الجندي، ما عندك جندي ثاني يحميه، ما عندك جندي ثاني يحمي الجندي، هذا شي رح تعاني منه بعد قليل، ما علينا، ما علينا، خلينا نشوف اذا، الابيض ما لعب اي فايف، لكن شو بدي لعب لو لعب نايت اف تري، نقلة منطقية، نقلة لوجيك موف، نايت اف تري نقلة لوجيك موف، لكن، لكن حتى بشوف جي فور، حتى بشوف جي فور انك تتخلص من هذا الفيل الضعيف عشان تلعب اي سيكس، كاسباروف قال له ما بعطيك هاي الفكرة، حتى بشوف جي فور ما عطاياها، ابو حميد الصباغ وصل حيالله ابو حميد، إذن، كاسباروف في هذا الشكل، في هذا الوضع، قرر يلعب نقلة الاتش تري، مثل ما تكلموا الشباب، الأبطال، الجاويش، لعب ايتش تري بفكرة، منع الاسود ان يلعب بشوف على جي فور، ومانع الاسود ان يلعب بشوف اف فايف، ومانع الاسود من الانتشار بشكل جيد، هادول هنين، الجنود المؤثرة، أخذنا درس البونستريكشور، وبتتذكروا، قلنا في جنود مؤثرة على الرقعة، هادول جنود مؤثرين، مانعين القطع من ان يلعب بشكل جيد، هادول جنود مؤثرة، ادم ايتش تري، صحيح هذا الكلام، طيب، نشوف نكمل القيام بشوف جي سيفين، ونايت اف تري، لوجيك موف، ما في شي جديد، والحين طبعا، لعب الاسود نايت اف سيكس، عم بحرد قاري كسباروف انه يلعب اف طبعا، طبعا انتبهوا يا شباب، شوفوا هاي النقلة جميلة، اف نقلة جميلة بهذا الوضع، اتهدد الحصان، الحصان ما له مكان جيد على الرقعة، في حال دخلت لهون بالحصان على مربع افور، قادر اني اكلك، وتاكل انت بالجن دي، والعب انا الحين نايت على الجي فايف اطلب الجندي، ولكن بالمقابل، بالمقابل، رح يكون فيه كونتر اتاك، سي فايف، اضرب الوسط، اضرب الوسط، في حال حمية الجندي، انت ايضا مرة ثانية، قادر انا العب، نقلات مثل نايت سي سيكس، عطيني الجندي، قادر العب هذا الشي، قادر العب نايت سي سيكس، وأضرب الوسط، وأقول لك عطيني الجنود، وأسوي عليك مشاكل في هذا الوضع، قادر اعمل كونتر اتاك، كاسباروف، ما بده يعطيه لرسيله ولا الهوى، ولا الهوى، ما رح يعطي رسيله ولا الهوى، يعني ما اني يتنفس ما يخليه، فلعب نقلة بسيطة، لوجيك موف، مين يعطيني النقلة، مين يعطيني النقلة يا ابطال، مين يعطيني النقلة يا ابطال، طبعا نقلة مثل جندي ضرب جندي أيضا، يعني شكرا للأبيض، اللي ساهم صراحة في ان ينتشر الأسود بشكل جيد بالحصان، هذه النقلة رح تكون سيئة جدا، في حال ان الأبيض أكل جندي ضرب جندي، رح يريح الأبيض الأسود كثير، ورح ينتشر بقطعه بشكل جيد، ومسيطر على الوسط من خلال جندي، ومن خلال الأحصان، وممكن يجي فيله أيضا، وبالتالي الأسود بخير، عشان هيك ما ظل عنده غير فكرة وحدة، هلا هلا بالشباب الأبطال الحلوين، هلا بكل اللاعبين الموجودين، أبطال العرب من كل مكان، من سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والعراق، وكل الدول العربية، تحياتي لكم معكم المدرب عبدالقادر ريس، طبعا، نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا في مبادرة الاتحاد العربي للشطرنج، راشد الحمادي، شو تقول في هذا الوضع؟ شو تقول في هذا الوضع؟ بشوب دي تري، أكيد نقلي لوجيك موف بشوب دي تري، انتشار بالفيل، وطبعا يستعد الأبيض لأنه يبيت بشكل سريع، طبعا الأسود أيضا أكل بيضق ضرب بيضق، جندي ضرب جندي، أكل بالأحصان، وبالتالي الحين الأسود عم بيحاول أيضا يخلق التوازن في عملية السيطرة على الوسط، يخلق توازن في عملية الانتشار، يخلق توازن في عملية المساحة، دائما يا أبطال الحرب الحرب على شو؟ في لعبة الشطرنج الحرب على شو؟ مين يجاوب؟ مين هذا البطل؟ اللي يفهم شطرنج ويقول الحرب وين بتكون؟ بلعبة الشطرنج على السنتر أحسنت، على السنتر صح، على الملك صح، صحيح، لكن الأساسيات الموجودة، القواعد الاستراتيجية الموجودة في هذه اللعبة، يعني مبدئيا لازم تكون على امتلاك الوسط، احتلال الوسط، انتشار القطع، هاي الأشياء البازيك، يعني هاي الأشياء اللي يفترض كل لعب شطرنج يفهمها ويعرفها من المبتدئ وحتى الجراند ماستر، الأشياء البازيك، الانتشار، امتلاك الوسط، تطوير القطع، وتأمين حماية الملك، التبييد، والهجوم، والحصول على المساحة، وتطبيق القواعد التكتيكية والاستراتيجية على الرقعة، الاستفادة من القواعد التكتيكية، هذا شيء بسيط، انت ما تفكر غير بهاي طرق، بهاي طريقة، ما تفكر بأشياء ثانية، تتعبك، وتوجع لك راسك، وتخليك في ضياع، لا تفكر بطريقة بسيطة، الآن كاسباروف جالس ينتشر بقطعه، كاسباروف ورسيله جالسين يناوروا في تطوير القطع، الآن لعب تبييد، أمن، أمن الأسود، أمن على حماية ملكه، أمن على انتشار القطع، وبالتالي أيضاً قال لك اسباروف لا يقل، لا يقل تفكيراً وشأناً عن أعظم لعبي العالم، هو أعظم لعب في العالم، وأيضاً يفكر بطريقة سليمة 100% من خلال القواعد، برافو كريم، برافو، برافو كل اللاعبين الأبطال الموجودين، انتبهوا على الدرس مهم جداً، أنت أول شيء يكون عينك على السنتر، وعينك على الملك، وعينك على السنتر، ما تهمل هذا الشيء، بعدين راسك، عقلك، يفكر دائماً بتطوير القطع، يا أخي والله ما اشتغلت هذه القطعة، قلعتي ما تشتغل، لازم تشتغل، فيلي ما اشتغل، لازم تشتغل، لازم يشتغل فيل، وزيري لازم أطوره، قلاعي لازم تكون كونكت، كل شيء يقول لك أنك تتبه لقطعك، القطع ما لك هذول ملكك، إذا خسرتهم، أو إذا ضحيت بهم، أنت الخاسر، ليس بحث ثاني، ليس بأنا، ليس الكابتن، ليس المدرب، ليس النادي، ليس أي حث ثاني، أنت ذاتك، أنت المسؤول، هذا جيشك، هذا معسكرك، يريدك تحافظ عليه، يريدك تحافظ على كل جندي، هاي الأرض اللي عم تلعب عليها، هذا المربع اللي أمامك، هذا البورد، هاي الرقعة، بدك تفهمها، بدك هي مقسمة إلك ولا رسيلك، بدك تحاول أنك تطور نفسك في هذه الأرض، بدك تحاول تسيطر على أكبر كمية من المربعات، نايت دي سيفين، الآن، قاريكت بروف، أكل، أحصان، ضرب أحصان، أكل بالأحصان، وبالتالي، شايفين الهارموني، الانسجام الموجود عند الأسود والأبيض، بين القطع، ما في قطعة ما تشتغل، ما في قطعة، يعني مكان خاطئ، ما في قطعة عندها مشكلة، في انسجام، انسجام كامل على رقعة الشطرنج، عفوا، نايت اف سيكس، وأكل بالحصان، والحين لعب الأبيض سيتري، لعب قاريكت بروف، سيتري، نقلة جميلة، عمل جنوده تشيمبون، أفضل أشكال الجنود لما تكون بشكل سلسلة، بشكل سلسلة بيدقية، محميين بهذه الطريقة، بهاية الطريقة، مثل ما تكون شايفين، أمامكم، هذا هو التشيمبون، يعني سلسلة بيدقية جميلة، ومنشاهد البونستريكتشر أيضا في جناح الملك، هذول بيادق الحماية، أو الكفر بون، جنود التغطية، مثل ما تكون شايفين، أيضا مدافعين عن الملك بشكل جيد، إذن البونستريكتشر أو هيكل البيدقي لكل اللعبين، جيد وصلب وقوي، نرى أيضا الأسود، عنده هيكل الجنود، جزيرتين، عنده تو أيسلاند، مقابل جزيرتين أيضا عند الأبيض، إذن شكل مثالي وتعليمي، مهم جدا لأنك تستفيد منه، تعرف تحافظ على شكل جنودك على الرقعة، لأنني ما بدنا ننسى، في كل مرة بذكرك فيها، ما بدنا ننسى، فيليدور يوم تحدث في درس هام جدا عن البيدق، ولما قال أن الجنود هن الروح الشطرنج، روح لعبة الشطرنج، وأيضا قال شكل جنودك أو شكل البيادق في حال كان ضعيف يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على نتيجة المباراة، وفي حال كان سيء يعني يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على نتيجة المباراة سلبا أو إجابا، سلبا أو إجابا، وأيضا أذكركم بحديث كاسباروف أن كل الأشكال وكل الأشياء وكل الأمور اللي ممكن نتحدث فيها، هذه تأتي ما بعد حماية الملك، ما بعد حماية الملك، يعني أنت معاك أفضلية، معاك مساحة، معاك قطعة، معاك وزير، كل هذا الكلام ما يهم إذا كان ملكك غير محمي، إذا كان ملكك غير محمي وملكك في الشارع وملكك يعني عرضة للتهديد والهجوم والضرب والتهديدات المستمرة، هذا الشيء رح يكون ما له قيمة بالنسبة للقطعة المعاك أو الجندي المعاك، أول شيء عينك على ملكك ومن ثم حماية الملك، بعدين فكر في كل القواعد اللي تعلمتها بالدرس، من تابع درسنا لليوم، من دابع درسنا لليوم، الدرسنا لليوم، والأسود في درسنا الكونسي 7، وهي فكرة هذه النقلة كونسي 7، النقلة جميلة، وفيديها فكرة، من يسخح أن يعطيني؟ من يقل لي أن يشرح لي ما يقرأ في الهجوم، من يعطيني هذه النقلة، أعطيني أن أرى أن أCL allí، أفضل شخص، أعطوني أن أرى، يا أبطال، يا أمником، مين يعطيني شو فكرة كوين سي سيفن لأسود لعب كوين سي سيفن مين يقول لي شو فكرة هاي النقلة برافو فكرة جميلة اول شي بشو كوين سي سيفن استلم هذا الوتر القوي ومنع الابيض من ان يلعب بشو بفور يا سلام عليك هذا دليل انك انت فاهم شطرنج برافو احسنت محمود برافو مراقبة لمربع الافور والوتر القوي لهذا اللي ممكن يحصن عليه الابيض برافو عليك احسنت طيب مين يعطيني فكرة ثانية فكرة كوين سي سيفن مين يعطيني افكار ثانية شباب اللي موجود معانا بالدرس اكتب اسمك كل لاعب عبي يسمعني وعم بيشوف الدرس وامتابع اكتب اسمك سلطان محمود احمد صبار مين بعد صقر توفيق ادب شريف اديب مين بعد مين بعد سعد الدين مين بعد وين النايمين جاويش محمود جاويش مين بعد وين المازمي وين المازمي وين محمد احمد وسعود احمد موجودين سامعين ربط القلع ربط القلع ربط القلع يعني اول شيء كوين سي سيفن اخذنا وطر قوي ومن ثم ومن ثم بدنا نعمل القلعتين متصلتين كوننكت بدنا نسوي قلعنا كوننكت وايضا بدنا نجيب قلعتنا على العامود بالمستقبل نضغط على العامود ونحاول نحاول نسيطر على هذا الوتر على العامود عفوا وايضا ايش يصير نحاول نكسر الوسط اذن كوين سي سيفن يحاول بفكرة يلعب ويكسر الوسط من خلال نقلة السي فايف يعني السلام افكار جميلة كوين سي سيفن نقلة جميلة الابيض لعب نقلة لوجيك موف بسرعة عطوني نقلة الابيض عطوني كاسباروف شو لعب علي جاويش الكل عطوني الابيض شو لعب عطوني الابيض شو لعب يا ابطال فواز يقول ما عم يطلع الشرح فواز يا ريت الشباب بلبنان يساعدوا اللاعبين اللي ما قدروا يدخلوا اليوم ويساعدوهم يدخلوا في درس الساعة الخامسة ان شاء الله إذن شو يلعب الابيض بيشوب سي فور بيشوب سي فور جاويش روك اي ون برافو جاويش إذن روك اي ون النقلة الصحيحة روك اي ون راشد الحمادي وينك روك اي ون طبعا قلعة ما تشتغل يجيبها على الشغل كاسباروف هاد روك اي ون يسيطر على العمود المفتوح وأيضا يعزز من مكان القلعة ويطور القلعة القلعة كانت نايمة ما تشتغل يحيب يجيبها على الشغل نقل لوجيك موف لوجيك موف روك اي ون والحين لعب الاسود روك اي ايت ايضا يحاول اني يلعب ال اي فايف بالمستقبل يحاول يلعب ال اي فايف بالمستقبل ويحاول ايضا يحاول ايضا بنقلة روك اي ون يحاول اني يلعب ال اي فايف بالمستقبل ويحاول ايضا اني يحمي الجندي في حال بده يشهد الوزير عن حماية الجندي روك اي ون والابيض لعب فورا بشكل مباشر نايت اي فايف قل بنقلة نايت اي فايف بده يضغط على الجندي يحاول يحط فيله بالسي فور ويسوي مشاكل ايضا وبالتالي يمانع الجندي بشب على سي فور او قوين بي ثري يحاول بشكل مباشر يلعب بشب على ال اي سيكس طيب من يعطيني نقلة الابيض من يعطيني نقلة الابيض يا ابطال يلا يا حلوين يلا يا حلوين بشب فور احسن جاويش بشب فور لوجيك موف يا السلام يا السلام عن لوجيك موف حلوة النقلة بشب فور فورا انتشار وبدو يعمل الابيض بتاك بدو يلعب نايت جي سيكس حامل فيل وبالتالي ايضا طالب الوزير ومهدد جندي بجانن يا حلوة الدنيا اجباري اجباري اما يشرد الوزير او لعب نقلة مثل نايت اج فايف عطيني فيلك عطيني حصانك في حال اكلت الحين باكل فيلك بالحصان تخسر قطعة شو يلعب نقلة سهلة بسيطة في هذا الوضع مين يعطيني نقلة سهلة يلا سقر السؤال لسقر سقر احمد صباغ بشوب اج تو برافو عليك برافو عليك ادم نقلة سهلة لوجيك كاسبروف لا يضيع وقت في هذا الوضع يلعب نقلات سهلة وبالتالي كوين سي ايت شرد شرد الوزير على مربع السي ايت وشال الوزير من عن الضرب شايفي احمد صباغ ما خلى وزيره على ضرب الفيل اول ما حط فيله على الوتر بدي اعمل التاك شرد بالوزير ما ترك الوزير على الوتر انزين انزين الحين الحين رجع بشوب سي تو يا سلام على هاي النقلات الجميلة مين يعطيني فكرة كاسباروف شو بهذه النقلة ليش لعب بشوب سي تو ليش لعب كاسباروف بشوب سي تو ليش لعب كاسباروف بشوب سي تو يا سلام برافو عليك بفكرة بشوب بيتري يتخلص من هذا الفيل يتخلص من هذا الفيل يعني مثال لو الحين الابيض لعب بشوب على السي فور شو بيستوي شو بيستوي هون ليش ما لعب بشوب سي فور يا سلام عليك أحسن بياكل بشوب مجانية عشان هيك كاسباروف لعب بشوب سي تو نقلة لوجيك موف نقلة بسيطة نقلة هادئة وما يحتاج اني يصرف وقت كبير على هذا الشكل نقلة سهلة بشوب على مربع سي تو لكن الأجمل من هيك يا ابطال الأجمل من هيك اني كاسباروف يعني عم بيحاول اني ما يهمل ولا لحظة وحدة تطوير قطعه تطوير القطع تطوير القطع ما يهمل ولا نقلة واحدة قطعته شوفوا كيف يطور الفيل يطور الفيل الثاني طور الحصان طور القلعة يا حلوة الدنيا يا سلام عليك يا قاري كاسباروف يعني ما شاء الله يعني ما خلي نملي نملي الا وما شاف على الرقعة مش والله كابتن ما شفت هه والله كابتن نسيت والله كابتن ما انتبهت ما في الرقعة كلها اللي تكون أمامك مركز مية في المية الحين طبعا اللاعب الاسود اللاعب اللي مع قطع سودة رجع بالحصان لأني أدرك انتبه كمان الاسود يعني مو بلاعب سهل كمان الاسود رجع بالحصان لأني حصان الحين ما يسوي اي شي ما يسوي اي شي على اطراف الرقعة الاحصان ضعيف ما يسوي اي شي الاحصان ما يسوي اي شي على اطراف الرقعة رجع بالحصان الى الاف سيكس يحاول يرجع يناور ويمسك مربعات الوسط لوجيك موف بشوب بي تري انتبه علي صباغ راشد الحمادي صقر كريم محمود جاويش كل اللاعبين بديع كل الابطال الموجودين معنا كريم فارس الموجودين واللي عم يتابعونا من خلال قناة اليوتيوب ومن خلال الفيديو التسجيلي ابطالنا شريف انتبه انا جايت جيت على فكرة قال كسبرو في لعب بشوب سي بفكرة بشوب بي تري انزين مو والله الحين انا الحين افكر اقول ايش بدي العب لك يا ابني انت جاية رجعت بشوب سي بفكرة بشوب بي تري اذا نقلة لوجيك موف سهلة بشوب بي تري نقلة سهلة ما نضيع وقت ايوة الحين تهديد الابيض سهل بدي اكل فيلك بشو بدك تاكل اذا اكلت بالوزير رح اكشف رح اكشف عليك واسوي اتاك نايت على الجي سيكس دي سكفور اتاك على وزيرك واذا اكلت بالجندي يا السلام على جنودك يا سلام عليك يعني مثال انك انت لعبت اي فايف على سبيل مثال وانا اكلتك وانت اكلت بالوزير رح اكشف عليك بالاحصان واكسب بسهولة طيب في حال انت اكلت في الجندي ايضا يا سلام على هدول الجنود المركبة ما احلاهم يا سلام على هذا الاحصان الكلر هذا القاتل اللي ما في حد لا من عمود الدي ولا من عمود الاف حصاني صار قاتل وبعدين بكل بساطة شوفوا المناورات نايت دي تري ونايت سي فايف وسقط روما سقط روما يا حبيبي سقط روما اذن جنودك صاروا ضعيفة نقلات سهلة كوين اي او او كوين بي تري او نايت دي تري نايت سي فايف اضغط على الجنود ضعيفة واكسب بكل بساطة بكل بساطة والحين صار مثل ما كتبتوا برافو عليكم صارت الجنود ضعيفة وصار في عندنا ثلاث جزر مقابل جزيرتين اذا التهديد مباشر عند الابيض ولازم الاسود ياخد قرار بهذا الوضع جباري يأكل والحين الابيض عنده احتمالين اما يأكل بجندي ويفتح حمود للقلعة اما يأكل بالوزير شو تنصحون او شو تفكرون شو تخترح علينا او شو تعتقدون قال كاسبروف لعب بهذا الوضع شو لعب قال كاسبروف بهذا الوضع طبعا وزير بيت ري تنشيط للوزير وتهديد مع تيمبو عطيني ناويني فلوسك ناويني جنودك عطيني حلاوة يا السلام شوفوا هذا الفيل اخذ وتر طويل طويل الافضلية واضحة جدا للابيض الاحصان متمركز بالوسط القلعة هاي كوننكت قلعتين كوننكت وايضا القلعة تضغط تضغط على العامود بينما الاسود وزير مكبل ويعني جالس بمكان سيء يحمي جنوده وقلعتين ما اشتغلوا الابيض استوى معه افضلية واضحة على الرقعة في هذا الشكل والحين كملة لعب اي سيكس يحاول يسكر يحاول يسكر الوتر امشا يصير في تهديد وبالتالي ايضا يحاول ان ينشط وزيره وقلعته يلعب كوين سي سيفن مثلا ويلعب روك دي ايت يحاول يدافع قدر المستطاع نايت سي فور يا حبيبي عليك يا حبيبي عليك يا حبيب والديك يا قاري يا كاسباروف نايت سي فور عطيني من هون الله الله عطيني نايت دي سيكس شلون بدك تدافع بالاسود يا حبيبي عليك شرد القلعة روك على مربع دي سيفن روك على مربع وحمى المربع شو نلعب الحين عطوني نقلات شو نلعب الحين نايت دي سيكس اكتب اسمك اكتب اسمك يا بطل اكتب اسمك لأعرف مين اللي جاوب سقور يا حبيبي عليك يا سقور نايت دي سيكس عطيني وزيرك بحماية الفيل ودخل دخل الحصان على مربع قوي جدا شرد الوزير جباري والحين الحين قالك اسبروف لعب نقلة رائعة لعب نقلة رائعة يا شباب لعب نقلة جميلة لعب بشو بإي فايف ايضا يعني يحاول اني يحاول ايضا ينشط هذا الفيل يحاول ينشط هذا الفيل بشو بإي فايف فكرة جميلة عبقرية من قارك اسبروف شال الحصان قال لي عطيني حصانك عطيني فيلك أريد أكسر وأريد أبتشي على صدرك شال قارك اسبروف حصانه وقال لي نتبه نتبه علي قال لي لو تريد تاكل بأكل بالجندي يا سلام عليك شوفوا ما أحلى القاعدة الحين شوفوا هذا الجندي ما أقوى والعمود جاي على القلعة القلعة جاي على العمود تأخذ وتهدد وزيرك وحصانك الحين ستوى سيء جدا دير بالك تاكل ما يقدر يأكل ما يقدر يأكل انتبه ما يقدر يأكل لعب بي سيكس يراقب المربع يراقب المربع لأني كمان تهديدا مشكلة كبيرة تهديد نايت سي فايف أعطيني وزيرك أعطيني جنودك لك حتى إذا تتلعب كوين دي فايف بلعب لك سي فور ما أخليك لعب بي سيكس وبالتالي الأبيض جاب قلعتها للعامود قال قاسباروف جاب القلعة اللي ما تشتغل آخر قطعة ما تشتغل جابها ولعب بي سيكس شرد الفيل وين تنصحوا نشرد بالفيل عطوني نقلة أبطالنا الحلوين بيشوب ايج تو غيره غيره يا أبطال بيشوب جي تري بيشوب جي تري بيشوب جي تري طبعا نقلة بيشوب جي تري نقلة أقوى من بيشوب ايج تو أول شي بيشوب جي تري نقلة قوية لأني أحلي الفيل محمي وبنفس الوقت أخلي مكان لملكي أنه يتكون يتنفس وما في حصاني يهدد لي هذا الفيل ما في قطعة يهدد لي هذا الفيل نهائيا رقم اثنين وجود الفيل لهون بيشتغل على وترين بيشتغل على وترين بينما لو حطيته بالأيج تو رح يضل على وتر واحد إذن نقلة لوجيك موف ونقلة منطقية بيشوب جي تري لعب الأسود بيشوب ايج سيكس يحاول يأخذ الوتر ما عنده شي يسوي لعب قاري كاسبروف يلا يا شوف يلا يا أبطال يا حلوين عطوني نقلات جميلة يعني عطوني اقتراحاتكم ما عندنا وقت ست دقائق ست دقائق رح نحاول نخلص هذا الجيم بسرعة يلا يا أبطال معانا ست دقائق يا أبطال يا حلوين أبطالنا الراعين بيشوب دي سيكس بيأكلك بالإحصان راشد الحمادي نايت اف سيكس بيأكلك بالإحصان بلاش أيوة تقصد تلعب بيشوب دي سيكس أيوة فهمت عليك بدك تلعب أو شي بيشوب دي سيكس في حال أكلك بالإحصان تاكل نايت اف سيكس برافو عليك حلوة جميلة برافو بس لكن يا يا أستاذ يا أستاذ يا حضرة الأستاذ يعني إذا تلعب نقلة مثل بيشوب اف سيكس مثل ما أنت عم تتكلم ما ماتت القلعة يا أبني ما ماتت القلعة قلعة تجي تشرد بالإحصان بالقلعة لما كانها على الأف سيفين وبالتالي الحين بدي قطعة بجانب شو استفادت أنت شو استفادت ما استفادتش ما استفادت شيء يا حبيبي فكر بطريقة أفضل فكر بطريقة أفضل يلا يا أبطال يا حلوين يلا يا شاطرين يا حلوين جاويش سيفور برافو حلوة فكرة السيفور جميلة جميلة فكرة السيفور أحسن جاويش لكن قاري كاسباروف بهذا الوضع اختار أول شيء نقلة كوين اي تري يا سلام عليك يا قاري كاسباروف أول شيء قاري كاسباروف اختار نقلة كوين اي تري كنترول كامل على المربعات حصانك ما يلعب فين مسيطر حصان مسيطر وبالتالي ما في سي فايف وبالتالي ضغط على الوتر وقلعتك معلقة وكل القطع نشيطة عند الأبيض وأغذي أوتار وأغذي مربعات جميلة جدا 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 بهذا الوضع لعب كوين اي تري نقلة جميلة لعب الأسود بهذا الوضع رك على الدي ايت والحين الحين نقلة اللي اقترح سي فور الحين نقلة جدا قوية سي فور ويحاول يفتح الوسط يلعب نقلة مثل دي فايف يفجر الرقعة لا تنسى أني قلعتك معلقة أقدر ألعب دي فايف بأي لحظة وأضغط عليك وقلعتك مطلوبة بالوزير لا تنسى هذا الشيء جباري اضطر الأسود أنه يلعب نقلات عشوائية مثل الاف فايف يحاول يلعب نايت اف سيكس ويحاول يجيب قطاعه على الوسط أو يلعب اف فور يسكر على الفيل ولكن استوى هون بشوب ايتش فور يا السلام عليك برافو عليك نقلة جميلة ممتازة بلندر كانت بلندر كانت الاف فايف لعب بشوب ايتش فور يهدد القلعة شردت القلعة لوجيك موف قالي كاسباروف انه يأكل القلعة مجانا والحين لعب نقلات بسيطة سهلة سريعة ما نريد نضيع وقت لعب نايت سي تري طلع بالحصان ولعب دي فايف بشكل مباشر فتح على قلعتينه وفتح الوسط ضرب الوسط وبكل بساطة اكل اكل لعب نقلة مثل السي فايف يسكر على الوزير دي سيكس فورا بشكل مباشر دي سيكس بشكل مباشر الجندي السالك يتقدم للامام ولعب نقلة اف فور لعب كوين بي تري ربط القلعة وبالتالي بده يلعب بده يلعب دي سيفن ورق على دي ايت ورق على ال اي ايت عفوان ويكسب القيم بسهولة بعد شوي نايت اف فايف عطيني جندي دي سيفن عطيني عطيني رق على دي اي رق على ال اي ايت شرد رجع للحصان والحين لعب نقلة وحيدة بتكل البساطة الابيض لعب نقلة سهلة وكسب هذا القيم مين يعطيني مين يعطيني يا ابطال يا حلوين مين يعطيني الله عليك الله عليك الله عليك نايت دي فايف جميلة غيره غيره روك دي سيفن روك دي سيفن ما يجي القلعات دي سيفن ما تجي روك اي سيفن اند روك دي سيفن يا السلام عليك يا السلام يا حلاوة على هالنقلة جميلة روك على مربع ال اي سيفن مستغلين الربط مستغلين ربط القلعات والضغط المباشر ونبقى نطلع وزير مجرد انك تاكل رح اطلع وزير وزير كامل الدسم واكسب الجولة بكل سهولة بدي وزيرك مجانا حتى وان اكلت رح اكل بالقلعة واقول لك كش ملك ما عندك تغطي تغطي بالحصان عندي اكلك ايضا وتغطي بالفيل والحين صير الوضع زيك زونج جميل جدا ما عندك ولا نقلة تتحرك ويكسب قاري كسبروف استسلم الاسود بشكل مباشر هذا القيم انتهى انتهى يعني بعد معاناة شديدة للاسود حاول يدافع يدافع ولكن قاري كسبروف ما رحمه الاسطورة التاريخية قاري كسبروف ما رحمت هذا اللاعب وطراحة اللعب قاري كسبروف جميل جدا وطور القطع بشكل جميل جدا وانتبه لكل القطع شكرا للكم ان شاء الله في عنا درس تاني الساعة الخامسة مساء ما حد ينسى يا ابطال يا حلوين ما حد ينسى اذا كان فيه اي لاعب من زملائكم ما عارف يدخل حاولوا تشرحوا له وتساعدوا مشكورين جميعا كل اللاعبين الابطال اللي حضروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكل الابطال عشر ثواني سبعة خمسة سلام